وإلى الحيث حول هذا الموضوع راح بضيف الأستوديو الدكتور حسان الصواف استشاري الأمراض الصدرية والعناية المركزة أهلا بك دكتور حسان أهلا بك دكتور حسان ربما ما قاله أنتونيو جوتيريش أن الأسوأ لم يأتي بعد وإيضا ما قاله وزير الصحة البريطانية أن ذروة تفشي المرض في بريطانيا ستأتي سابقة عن أوانها كما يقولون يعني ربما من يستمع إلى هذه الأخبار يشعر بالقلق رغم أن كثير من الدول في العالم اتخذت إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا تماما الحقيقة الزروة ستصبح مبكرة لسبب بسيط ولسبب جيد جدا وليس بالعكس يعني ليس مرعب هذا الكلام هذا كلام جيد وإيجابي لأنهم ازداد كما ذكروا 100 ألف تشقيص يومي أو فحص يومي يعني بمعدل 3 ملايين في الشهر الناس سيتم إجراء الفحص على الأقل في إنجلترا في المملكة المتحدة فهذا شيء يعتبر جيد وليس سلبي والكشف المبكر سيساعد على تقريب البيك وبالتالي بدء بالنزول بالأرقام كلما شخصنا أكبر قدر ممكن بصورة مبكرة كلما عالجنا بصورة مبكرة ووقينا الناس من الانتشار أكثر فهي علام إيجابي وليس سلبي طب الحمد لله يعني أنا تلقيت الخبر قرأته يعني بعين المشاهد وجدت أن الأمر مقرق لأن يعني ربما توضيح حضرتك كان جيد لكن هناك إشارات وتقديرات السورالية لأن الحصيل الحقيقة في العالم عشرة ملايين شخص وليس مليون شخص حيث الإصابة يقول يعني لأن لم يتم فحص كل الناس الفحص عينات فقط وبطريقة حسابية قالوا أنه ربما يكون المصاب في العالم الآن عشرة ملايين وليس مليون بالطبع كلام أيضا جيد وحقيقي ونحن نقول عندما نصل إلى المليون أول نسميه أرنب فيبدأ بالقفز ويصبح سريع العدد ما نراه هو قمة جبل الثلج تماما ولكن القاعدة أكبر بكثير مما نراه نحن ما نراه هو ما نشخصه ولكن ما لا نشخصه أكثر بكثير مما نشخصه فالعداد بالطبع قد تكون أكبر مما نراه أكبر من هذا الرقب مليون والسبب أنه الإمكانيات التشخيص تجاوزت جميع الدول يعني بحاجة إلى تشخيص أكبر هي شبكة صيد كان كنا نصاد بالسنارة ثم شبكة صغيرة والآن كل الدول توسع شبكة الصيد للمعرفة أكبر قدر ممكن من المصابين لتشخيصهم ومن ثم أخذ الإجراءات الخاصة مع بعض التشخيص طب دكتور في هذا الإطار بما أنه ليس كل المعلن عنه هو بالحقيقة مصاب يعني هناك مصابين آخر وهناك تشبه كبير بين الفلونزا العادية وبين كورونا ما هي الإجراءات الذاتية للشخص بذاته منها أن يعرف أنه عليه أن يلجأ بفعل المستشفى لأن هذه الأعراض ليست الفلونزا عادية للأسف الشديد الآن اختلط الأمر تماما يعني ممكن أن يكون حتى بدون أعراض انفلونزا ممكن يكون حامل عادي ولا يشعر ممكن يكون بعض الاحتقان في البلعوم أو الحلق ممكن يكون سعال ممكن يكون كلها الأعراض مع حرارة ممكن يكون صداع مع حرارة يعني الموضوع يشبه الإنفلونزا ويمكن يأخذ جميع الأشكال فأنا ما أنصحه للناس أنه كل إنسان يعتبر حتى يعني يعتبر أنه هو معدي سواء كان إنفلونزا وغير إنفلونزا يأخذ إجراءات الاحتياطية كي لا يعدي الآخرين يراقب نفسه طبعا الأعراض كلها قابلة التراجع بحذ التراجع ذاتي مع بعض الأدوية المساعدة البسيطة لكن استمرار الأعراض ازدياد الأعراض لا سمح الله حرارة شديدة جدا صداع صار أشد سعال شديد ضيق في النفس هذا علامة مهمة صار في عنا ضيق في التنفس شعور أنه والله التنفس صار وضعه غير مريح لهثة أثناء المشي تزداده بالطراض هاي كلها تستدعينه لا خليني راجع للطبيب والطبيب يقرر أنه يجب مثلا إجراء الفحوص لهذا المرض أو لا لكن الأعراض العادية يعني هي أعراض انفلونزا ممكن أن لا تمتد أكثر من ذلك الإنسان يحاول ابتعاد عن الآخرين يأخذ أدوية مقوية يأخذ أدوية يأخذ السوائل يكثر من السوائل من الزنجبيل من العسل من الحب السوداء التي تحوي أيضا مواد قد تساعد في هذا الشيء يتقي الاجتماع بالآخرين ويراقب نفسه والله الأعراض بدأت تزداد الحرارة تزداد التعب يزداد ساعته يراجع المراكز المقتصة ويوجهونه حسبه هو بحاجة لأخذ عينه أم ليس بحاجة لأخذ عينه طيب دكتور ربما يعني رسائل كثيرة تأتي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن تحذيرات من أدوية بعينها الأدوية المسكنة ابتعد عنها هل هذه تحذيرات لها حقيقة علمية؟ الحقيقة ليس المسكنات ليس جميع المسكنات وإنما ما تسمى مضادات الالتهاب غير النوعية غير الكورتيزونية العائلة في بعض الدراسات في بعض الدول أثبتت أنه قد تتدخل أو تسهل أو تساعد في شدة حدة هذا المرض أو انتشار هذا المرض في حال الشك بالإصابة بهذا المرض يفضل امتناع ولكن ما زالت يعني أبحاث متناسرة هنا وهناك نحن ما زلنا في مرحل دراسة هذا المرض لا يوجد دراسة إلى الآن دقيقة مئة في المئة جميع أوراق عدد الحالات هون عنده عشرين حالة لاحظ أنه أعطاها الأدوية تزيد من تفاقم هذا المرض فأنزل أوراق في هذا الشيء أنه والله أنا لاحظت الملاحظة بسبب الميديا والتواصل الاجتماعي بصورة كسيفة العالم عادة كلها في بيوتها وعم تتبادل الرسائل فتنتشر الأخبار بصورة كبيرة بعض مننا حقيقي بعض مننا ما زال غير مؤكد خلينا نعتبر هذا غير مؤكد ولكن الأفضل تجنب جميع المضادات الالتهاب غير النوعية هالتي هي مثل البروفين والفولترين وهذه الأدوية هذه المتشابهة إذا شاكك في إصابة بمرض الكورونا وما زال غير هذا الكلام يعني غير مسبت علمياً بطريقة مؤكدة 100% نعم دكتور ما رأيك يعني ينضم إلينا عبر سكايب من البتراء خالد المشاعة لأحد المتعافين من فيروس كورونا أهلا بك سيد خالد أهلا وسهلا فيك وحياك الله يا سيدي وحمد الله على سلامتك وتم الله شفائك على خير إن شاء الله بإذن الله الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا يا رب على سلامته على سلامة زملائي كمان اللي خرجوا معي مبارح من قسم العزل بمستشفى الأمير حمزة بالأردن طيب خالد لو نريد أن نعرف كيف حدثت هذه الإصابة وكيف تعملت معها أول شيء الحمد لله أنا سائق سياحي بشتغل بمجال السياحة وكان معي مجموعة سياحية من فرنسا عدد أربع أشخاص كان لهم تورز بالأردن وأنا كنت مرافقهم لمدة يومين طبعا أنا سلمت عليهم بآخر يوم كنت ماخذ احتياطات الصحية ولكن قدرة الله عز وجل كانت فوق كل شيء الحمد لله عز وجل فتم أخذ الفرنسيين بعد ما بدأت عليهم الأعراض بفندق الكمبينسكي بالبحر الميت وتبين أنه وجود محوم فيروس كورونا قاموا مركز الأزمات بالأردن بالاتصال معي ووجهوني إلى مستشفى الأمير هاشم بالعاقبة حتى أخذ الفحصات والمعنية حتى أتأكد من حالتي ففضل من الله تبين وجود معي كورونا الفيروس الكورونا مباشرة قاموا بالاتصال معي بعد ظهور النتيجة ونقلي بسيارة متخصصة من الدفاع المدني أردني من بلدي من وادي موسى البتراء إلى مستشفى الأمير حمزة وقعدت بمستشفى الأمير حمزة 17 يوم خلال هذه الفترة الحمد لله تلقيت العلاج للأمانة أنا تعرضت لأشد الأعراض الكورونا وهي درجة حرارة عالية وضيق في التنفس وعدم استجابة للأكل لمدة تقريبا خمس أو ست أيام فالحمد لله كان الكادر الطبي الموجود بعد القدرة الإلهية كادر طبي فذ تعامل معي بكل أريحية أعطاني المضادة الحيوي لمناسبة أعطاني خافض حرارة بالوريد يعني كانوا موجودين عندي بالتخت لأربع وعشرين ساعة على أربع وعشرين ساعة حتى ربنا عز وجل أمر أنه أتماثل إلى الشفاء والحمد لله أنا الآن موجود بين أهلي وناسي في وادي موسى فلله الشكر من قبل ومن بعد الحمد لله سيد خالد يعني حتى نستفيد من وجودك معنا يعني أنت قلت أن الأجانب الاثنين الفرنسيان هم الذين نقلوا لك انتقلت إليك العدوى هم ما كسوا معك يومين في اليومين كان وضعهم الصحي طبيعي وعادي وإلا كان هناك بعض الأعراض ظهرت عليها للواحد للأمانة كان أحد الزبائن هم أربع أشخاص وليس أثنين واحد منهم كان بقح وكان بعطس بس للأمانة ما دارت الأمور في بالي فنزل الدليل واشترى له دوة للقحة وكأنه حبوب فبعد ما أخذ الدوة والكذب بساعتين أو ذل الساعات احنا ودعناهم وتركناهم بالفندق بعد ما ارتفع درجة الحرارة عنده فتعرف هو كان الفيروس منتشر فلما تسمع الدفاع المدني أو مش عارف الجهة الصحية الموجودة عنده ارتفاع نعم اتصلوا بي مركز العزمات والحمد لله طب طب خالد يعني لو تحكي لنا عن أول يوم ذهبت فيه للمستشفى وبداية الأعراض بدأت تكون قوية بشكل كبير كان وضعك النفس يعمل ايه؟ صراحة هذا سؤال كثير أنا انسألته أول يوم هو كان أصعب يوم كان كلمة بارس كورونا كلمة كبيرة ما كنت بعرف شو عواقبها شو اللي بدو يحصل معاي حالات الوفاة كانت بمرأة بالصين وبأمريكا بلندن بأعداد هائلة للأمانة أنا انتابني شوية خوف بس ولكن إيمان بالله عز وجل وبقدرة العلاجية الموجودة بالأردن رفعت معنويتي زملائي رفعوا معنويتي الكادر الطبي الموجود بمستشفى الأمير حمزة رفع المعنوية وصراحة هو اللي ساعدني على رفع معنويتي وأن أتحدى كورونا فإن شاء الله أني تحديت كورونا طيب سؤال لأخيرك سيد خالد عن الأهل ووضع الأهل يعني عندما عرفوا أنك مصب بالكورونا كيف تفاعلوا معك وأيضا بعد أن وصلت إليهم معافا الحمد لله الحمد لله بداية الحلع كان يسود العائلة عندي أنا متزوج من زوجتين وعندي عشر أطفال وسبب أخوة الحمد لله وعائلة شبه كبير شوية لمنه سمعوا أو عرفوا أنه أنا عندي كورونا صار محهم الهلع وصار عندهم الخوف وبس الحمد لله حكيت لهم كلمتين بغض النظر رفعت معنوياتهم قبل ما أطلع بالإمبلانس وكان الكادر الطبي اللي موجود من المشتشفى الملكة رانية بالبترة على قدم وصاق وأخذ منهم عينات وكانت فرحتي وأحد أسباب رفع المانوية أنه الحمد لله ولا واحد من البيت ومن عائلتي كامل وكنت خايف بالأمانة وكنت خايف على أبوي لأنه زنم كبير في العمر الحمد لله ولا كان واحد منهم مصاب بهذا الفيروس فالحمد لله تعالى الحمد لله عودا حميدا خالد خالد لو لك نصيحة تقولها للمتابعين لأن هناك أناس يخافون خوفا شديدا من كورونا هناك ما زال هناك أناس يتساهلون في التعامل مع الأمر يقول سبها على الله عز وجل وإذا نحن عايشين هو أمر الله كل أمور الدنيا نحن تركينا لله ولكن نؤمن في الأسباب فيروس كورونا هو فيروس يعني خبيث مراوغ يحاول أنه ينتهي يعني أنه يتعايش في أغلى شيء في الإنسان فهي الرئتين المسؤولة عن التنفس فيروس كورونا لازم نكون حذرين منه رسالتي إلى الشعب العربي أجمع وإلى أهلي وعزوتي النشام الأردنيين بحكي لهم كلمتين خليك في البيت الفيروس بده نتركه حتى يموت لحاله يعني وزير الصحة الأردني الله يطول في عمره قال أترك الفيروس خليه يموت لحاله فأحنا مش غلط للإنسان أنه يعرف بيته في خلال 14 يوم أنه يقوم بالإصلاحات في البيت أنه يساعد زوجته يعرف زوجته كيف تشتغل في البيت فالحمد لله أنت تساعد الزوجتين الآن سيد خالد نعم سيتي ومقصب وإنما بالعدل الحمد لله لا ما هي كل واحدة كل يوم أنا الآن في حجر وكل يوم معزول في بيت لوحدي وباقي العيلة في البيت الثاني فكل يوم واحدة عندي بتخدمني بتقوم على خدماتي بفضل الله عز وجل وأنا إذا بسمح لي أستاذ العزيز بأقل من ثلاثين ثانية أنا حاب أشكر القيادة هاشمية والحكومة الأردنية الرشيدة على الأوامر والتعليمات والتصرفات التي تتصرفها مع الشعب الأردني التي كثير من الشعوب يحسدون على هذا التصرف وعلى هذا الاختيار لتسكين المحجورين في تنادق خمس نجوم والمصابين موجودين بمراكز عزل خمس نجوم خدمة خمس نجوم ومن خلال من بر الجزيرة المنبر العريق حاب أشكر مستشفى الأمير حمزة جميع كوادر مستشفى الأمير حمزة وممثلة بمديرها بالمدير الإداري من الأطباء والممرضين وعمال النظافة فلهم مني أنا كخارد بكر مصاب وعايشت الإصابة لهم مني كل الاحترام والتقدير ولا أنسى أن أشكر الكادر الطبي الصحي الموجود في لواء البتراء ممثلة الدكتور محمد النوافلة ورئيس قليم البتراء الدكتور سليمان الفرجات ومتصرف لواء ودي موسى شكرا لها وعود الحميدة لك سيد خالد المشعلة من مدينة البتراء أحد المتعافين من فيروس كورونا شكرا على وجودك معنا ومن البتراء ومدينة والأردن إلى بيت لحم وينضم إلينا محمد سرحان أحد المتعافين من فيروس كورونا أهلا بك محمد معنا وحمد الله على سلامتك ونسأل الله تمام الشفاء لك إن شاء الله مساء الخير لك لجميع المشاهدين محمد لو تحكي لنا قصتك عن كيف تمت هذه الإصابة يعني في البداية كنت في فندوق إنجل أعمل شيف في يوم أربعة اثنين بعمل لقروبات وجبة العشاء فأخبرتنا إدارة الفندوق أن الوفد اليوناني الذي تواجد بالفندوق في فترة ما بين 23 إلى 27 في الشباط الماضي كان مصاب بفيروس كورونا وبعدها أجد تواقم من وزارة الصحة وأخذت عينات وعدنا إلى منازلنا بشكل طبيعي يعني طبعا وقتها ما اختلطناش ولا مع حدا وفي ثاني يوم الصبح أخبرتنا وزارة الصحة أنه أخبرت وزارة الصحة إدارة الفندوق أنه فيه سبع إصابات بالفندوق فإدارة الفندوق رنت على كل الموظفيين وتصلت علينا وتوجدنا كلياتنا داخل الفندوق وبدأنا بالحجر الصحي تم الحجر الصحي داخل الفندوق تحول الفندوق إلى حجر الصحي للسبح حالات محمد طيب تعود إلينا إن شاء الله فقدنا نصال محمد سرحان دكتور ربما الواضح من كلام سيد خالد فكرة الحالة النفسية يعني كيف تؤثر الحالة النفسية سواء على الاستعداد للإصابة أو أن المصاب يتضهر حلته هي من أهم الأمور هي الحالة النفسية يجب أن لا يستسلم الإنسان يتوقع وإذا صار هذا المرض له علاج بإذن الله يعني يجب أن تبقى حالته قويل لأنه هي من الأمور مساعدة جدا في الشفاء واحدة من أسباب فشل الشفاء لانهيار النفسي والخوف الشديد وللأسف هذا يعني ما بدأنا نراه في مجتمعاتنا وفي العالم كله يعني في فئة منهارة قبل أن تصاب لا نحن نقول إن شاء الله ما أحد يصاب ولكن في حال يعني الشك بالإصابة أو البدء الإصابة طيب قابل للعلاج يعني نسبة الشفاء عالي جدا يعني يكون مترابة الجائش يعني يثق في العلاج ثقة بالله سبحانه وتعالى أنه سيكون فيه شفاء هذه نفسه مهمة جدا تماما دكتور هل ممكن يتوهم البعض من كثرة خوفه ومن كثرة متابعة الأخبار التي تتحدث هل ممكن أن تأثر نفسيا في توهم المرض ليس ممكن أو أكيد النسبة كبيرة من المراجعين حاليا هي للأسف خوف شديد يعني صار عنده سعال مرة أو مرتين بالنهار يظن أنه قد أصيب أو ألم في الحنجة يظن أنه خلص صار عنده هذا المرض فيبدأ يشعر بالأعراض الأخرى فالوهم بسبب الضخ الأعلامي الكبير دخل إلى نفوس كثيرة وبدأ يؤثر فيها نسأل محمد سرحان محمد مع بداية فكرة أنك قد أصبت وهناك حجر صحي هل شعرت وقتها بالخوف والقلق؟ أكيد طبعا يعني أول حجر وأول ما سمعنا بالخبر وبذات أنه اسمي يعني كان من بين المصابين طبعا صار فيه توتر وخوف يعني هذا أكيد يعني برضو من كثير ما شفنا شو بصير برا باللي بنصاب وكيف بتعرضوا للإصابة وكيف الأعراض بتبين عليها على الواحد يعني على الشخص فطبعا أكيد يعني كان في عندنا خوف وقالك كتير أولها طيب كيف تعملت مع الخوف محمد يعني هل الطاقم الطبي بدأت تعمل مع هذا النقطة أم أنت تعملت معها مباشرة يعني في البداية طبعا طواجم الطبية طبعا ساعدتنا وصاحبة الفندق طبعا مريان العرجة ويعني كانوا يساعدوا طبعا في هذا الإشي وساعدونا يعني على أنه نتعدى هذه المرحلة والحمد لله تعدناها طيب لو حكيت لنا محمد عن يوم في الحجر الصحي كيف كنت تقضي هذا اليوم ويعني سواء يعني من الصباح حتى المساء يعني الصبحيات الواحد كنا يعني حد ما نصحى من النوم الواحد يعني هو أكثر يومنا كنا نقضي على النت كنا مسويد مجموعة أنا وأصدقائي كل اللي بالفندق يعني أول ما نقوم الصبح نتصل على بعض ونتمئن على بعض شو يعني الواحد بيّن عليه أعراض أو صار معا أي إشي فالحمد لله يطمنون يوم يوم أنه الحمد لله ما فيش أعراض فيش خوف فيش إشي يعني بعديها الواحد نقضي يعني وأكثر إشي أكثر الوقت كنا نقضي فيه على النت يعني لكن مزعق موضوع النت لأن انتشار الأخبار كثير منها بتكون أخبار غير صحيحة فربما كانت تؤدي إلى الانزعاج أكيد أه طبعا بس الحمد لله لأنه نحن عشنا المرحلة هذه يعني بعد ما عشنا هذا الحكي يعني وشفنا لأنه عشنا في الواقع يعني ما الحمد لله شو ما كان نسمع يعني ما نخافش عادي الحمد لله محمد يعني طبيعة الأطعمة في وقت الحجر الصحي تحت الإشراف الطبي ما هي الفيتامينات فيتامين سي وفيتامين دي والبرتقال الطبيعي بهذه الأسلحة وجهنا الفيروس فترة الأربعة عشر يوم هل في الفترة دي كانت هناك أدوية تأخذونها مرضات حيوية مثلا أو أو مخفضات الحرارة أم لا 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 ولا إشي بس فيتامين دي وفيتامين سي وطلت الفترة اللي تمت لم تظهر عليكم الحمد لله الأعراض لا الحمد لله رب العالمين ما ظهرش علينا ولا أي شيء الحمد لله يعني عودا حميدا وإن شاء الله معافة دوما إن شاء الله سيد محمد سرحان شكرا لوجودك معنا كنت معنا عبر سكايم من بيت اللحب شكرا جزيلا لك دكتور يبدو أن هناك اختلاف بين من ظهرت عليه الأعراض ومن تظهر عليه الأعراض هل ممكن أن يصاب الإنسان بالفيروس لكن يتظهر عليه الأعراض تماما ممكن أن يصاب بدون أي أعراض صفر من الأعراض يشخص فقط بالمختبر ولا يوجد عنده أي شيء هذا كما ذكر السيد محمد فقط عزل تغذية جيدة تأكيد على الفيتامين سي الفيتامين دي دواعم الغذائية العسل الأمور الجيدة تفيد الجسم وتقي من كثير من الأمراض فقط ومراقبة وهذا نسبة كبيرة ولله الحمد أنه بدون أعراض أخي اللي قبل منه الخالد ظهرت عليه الأعراض مسك الأعراض وظهرت عنده الأعراض يبدو لي كمان درجة إصابته كانت أشد هو في مكان مغلق مع مجموعة سياحية ضمن سيارة غالبا فترة الاحتكاق طويلة جدا كانت فربما قد تكون لعبة دور طبعا هي بنية جسم مقاومة الجسم كلها تلعب دور لكن يوجد جزء كبير من الناس قسم كبير قد يكون مصاب بدون أي أعراض يعني من الممكن أن يبدأ الإنسان الآن في تقوية المناعة من خلال الفيتامين سي وفيتامين دال سواء على مستوى المشرب أو المأكل يكون له عامل قوي تماما الفيتامين سي سبحان الله تجد البرتقال ينتشر في فصل الشتاء ونحن في فصل الشتاء وآخر فصل الشتاء فهو مصنوع ليكون نوع من الوقاية للجسم فالكثار من هذا من البرتقال من المواد الحمضية التي تحوي على الفيتامين سي جايج حتى المواد الخضرة تحتوي على الفيتامين سي الفيتامين دال أيضا سبت أنه مفيد أيضا في موضوع الكورونا الزنك الذي المواد التي تحوي الزنك أيضا تفيد في هذا المرض لكن الفيتامين سي هو الملك في هذه الأمور في موضوع